السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد من قناة Game On يوم جهت لكم فيديو جديد ولكن قبل أن نبدأ المقطع حيث أنك تشترك في القناة فعل جرس تعطيني لايك إذا أعجبك المقطع والديس لايك إذا ما أعجبك طيب الشي اللي حتكلم به جدا جدا مهم اليوم والتي هو الشخصيات تبعيدنا الشخصيات تبعيدنا لما تدخل عليها تلاقي في عنا هون عليها صار شيء اسمه الـ Awaken لما نضغط على الـ Awaken ونختار أي شخصية إحنا بدنا إياها على سبيل المثال أنا أختار شخصية كوكو إحنا عند كلمة Gift حتلاقي إنه في قطعتي الشخصية هاي أشياء والأشياء هاي حتزيد عندك العداد اللي هون العداد هاته كل ما ترفعه كل ما أنت خلصت نقطة Awakening أي هي بتعتبر Awakening Point عنا الـ Awakening Point والـ Awakening Point هذول هيفتحولك أشياء للشخصية نفسها والسلاح السلاح اللي احنا نعرف إنه مستقل عن الشخصيات والسلاح نفسه إلو مهاراته بس كمان الشخصيات لها أشياء ها ومميزاتها بس وين حت تبدأ تستخدم هاي الأشياء؟ تبدأ إنك تبدأ تستخدمها بالـ Awakening على سبيل المثال عنا هون كوكو لما تعطيها 200 نقطة بالـ Gift هذول يعني إنت جبت 200 نقطة وعطيتها ياهم رفعتها الـ Beark الأول فإنت رح تحصل على أفاتار كوكو ولما تفتح إنت الـ Awakening Point الثاني رح تفتح الـ Log Memorize واللي هو عنا هون أتوقع لما تضغط عليه هتلاقي إنه الـ Log همسكر عندك ولازم إنه ترفع عندك الـ Awakening Point وله هتتدر إنك تفتحه ولو نروح عند النقطة الأهم واللي هي لازم إنك توصل لها واللي هي الـ 1200 Awakening Point أو الـ Awakening Point الثالث لما تضغط عليها هتلاقي إنه هتصير تعطيك بف للشخصية نفسها على سبيل المثال شخصية كوكو هون البف تبعها هيكون عبارة عن 20% زيادة بأي هيل أنا بعمله بالشخصية هاي يعني إذا كنت ماسك سلاح نيميسس أو كوكو أو بيبر كل هاي الشخصيات بترجع الدم اللي هو هيل هيكون الأفكت تبعها 20% ما لها دخل أبدا بسلاح تبعها أي صلاح بيعمل هيل هتكون 20% زيادة والشي الأهم طبعا كل هاي الأشياء إحنا ما هنهتم فيها كل هاي أشياء فاضية للأشياء المهمة اللي عنا هتكون باللون أزراء الفاتح واللي هو لما توصلها للـ 4000 وهذا حيكون نقطة عجازية فإنت حاول توصل للـ 1200 بس وبعد هيك بتركز على الـ 4000 لما تكون أنت مثلا عملت أكثر من شخصية حسب كم بلد أنت عندك في الحساب بعد هيك الـ 4000 Point هتفتح لك تطوير لنفس البرك اللي كان عندك فهم وبس هتعمل 20% هيل زيادة كمان هتزيد الهجوم تبع الناس اللي معها يعني أي واحد جنبك وعطيته انتهي هتزيد الضرب تبعه أو ضرر الدمج 15% يعني إذا هو دمجه 1000 هيصير 1150 وطبعا هذا 1000 هيكون دمج واحد لسهل أبادي في اللعبة 1000 للـ 70 ولما نفتح الضروع الصفرة ونضبط أمورنا هيكون دمجنا تقريبا بالـ 40000 والـ 70000 فحيكون الزيادة ضخمة بنسبة 15% كل واحدة من الشخصيات اللي عنا اللي ها نوع من أنواع البوفات ولو رحنا مثلا على شخصية وروحنا عند البوف تبعها اللي بيتاخده على 1200 فتلاقي انه حتزيد الدمج اللي بتعمله الـ الـ طبعا بسلاح لما تروح عليه بتضغط مهارتها الأولى إذا انت نطلع اسلاح تبعك لـ حتضغط المهارة تبعيتك حتلاقي انه عملت انت الـ هذا اي حد بيقرب عليه حيتدمج انت لما تعمل الصون للـ هادي رح تعمل دمج بقيمة 60% لكل الأعداء اللي حواليك والـ رح هيعمل دمج لكل الأشخاص اللي داخل 30 متر يعني أكبر من المساحة اللي كانت عنده بالإضافة إلى انه حيكون دمج من مقدار 120% وحيعمل هيل للناس اللي معك بنسبة 120% فانت عم تزيد الأفكت تبع الـ ولما توصلها للـ 4000 حتلاقي انه الأرقام هيزادت عندك من 60% ومن 120% كل واحدة من هالشخصيات حيكون لها تقوية معينة بالـ تبعها حتى لو رحنا عن شخصية حتلاقي عندها كمان على الـ 1200 حيكون كمان عبارة عن بف إلو 4000 كمان حيعطي بف أفضل كل شخصي من الشخصيات كل شخصي من الشخصيات الليها و الـ هذا رح نستفاد بيناه بالبلدات اللي حنعملها في المستقبل لا نقول إذا عملنا بلد ايش هتكون أفضل شخصية بالنسبة إلنا لو عملنا مثلا بلد مهاجم إيش هتكون أفضل شخصية إلنا بس كيف بدأ نعمل موضوع الـ بذكاء لم نروح عن كلمة لأنه أنت في قطاعتي هدايا لهم والهدايا هي اللي حترفع عندك نقاط الاويكنين. طيب لما نعطي الزيرو العدة هي الموجودة عنا حتلاقي انه هي حتزيد بقيمة عشرين من الميتين هي. بس اذا اخدنا التول هي وروحنا اعطيناها على سبيل المثل شيرو. كيفت وعطيناها اياها هتلاقي هي عم تزيد ثلاثين. طبعا هي عم تزيد ثلاثين لانه بالاساس انا لايدها خمس طاعش فلما نروح هون هتلاقي خمس طاعش فهون الرقم العليا صار حيكون الرقم اللي انت اردي عندك واللي على اليمين الرقم اللي انت حتزيده. تلاقي انه هادي حيكون مناسب جدا انك تعطيه لشيرو. كيف بدنا نعرف انه شو الاشياء المناسبة لكل شخصية الموضوع جدا جدا سهل. تلاقي انه كل شغلة انت ممكن تعطيها للرخصيات تبعيتك عندها هون بالشرح تبعها تحت هون هتلاقي كلمة وكمان لما تروح عند الشخصية نفسها في مكان هتلاقي انه هي مكتوبة عندها هون وهون صار عنا ماتش واللي هو ماتيريال ايتم ماتيريال ايتم هذا بيعني انه انت لما تعطي لعدها هي لشيرو هتكون افضل من غيرها. نرجع مرة ثانية لعن زيرو نجي لحتى نعطيها الصندوقات بتلاقي عشرين عن شيرو لما نعطيها اياها بتعطينا تلاتين. طيب انه بدنا نجيب احنا الاشياء هي لحتى نعطيها للشخصيات تبعيتنا. هون احنا هنروح على السيفين. الروح عند على المتجر تبع اللعبة. وحندور على الصناديق هدول اللي انتو شايفينهم. الصناديق هدول هم اللي راح يخلونا انه نجيب الجوائز هاي. فمثلا هنشتري لحنا اللون بنفس الجهات. هنعمل هنعمل اوكي. هنطلع من هون. ونرجع لعنة الانفنتوري تبعنا. لما نروح عند الانفنتوري انا عندي صندوق ازرع وعندي صندوق بنفس الجهلة. فانت حسب لون الصندوق حسب الكمية اللي انت هتعطيها للشخصية. ولنروح لهون نضغط على كلمة على سبيل المثال. فيك طبعا تلغي الموضوع هذا عادي. بس استخدمها وكلمة حتقدر انك تشوف شو فيك تطلع منه. انت كل قطعة بممكن انك تحط عليها هتلاقي التاكس تبعها. ولو تشوف التاكس جدا جميلة ومرتبة وفيك تعرف انت شو هو الشي اللي انت بدك تعطيه للشخصية تبعيدك. مع سبيل المثال احنا هلأ هنروح عند الشخصيات تبعيدنا هوني. ونروح عند شخصية اللي احنا بدنا نعملها اويكن واللي احنا هتكون مناسبة لنا. عاليا انا هشتغل على شخصية كوكو بما انه هطالت عشرين بالمية زيادة يهيل بأي سلاح انا هستخدمه. اما الناس من اساس هتستخدم زيادة بالهيل هذا بس بس سلاح تبعها. فانا هروح عند كوكو وروح عند كلمة وشوفي انه هي بتحب الديكوريشن والرير ايتم. رجع لهون عند الصندوق هنعمل كلمة وندور على شي جدا مناسب لها. وهون على سبيل المثال عنا وديكوريشن. عنا اتنين من التاقات تبعيد كوكو. فهيك احنا هنختار هات وحنضغط كلمة اوكي وبهيك ما هنحصل عليها. بعد هيك هنروح عند الشخصيات تبعيدنا عند روح عند كوكو. روح عند كلمة ونعطيها الكرة هاي. للحالة احنا ضبنا تمانين في الاويكن تبعها. طبعا لو اخدنا الكرة هي نفسها وروحنا عند شخصية ما عندها نفس التاقات هاي خلنا نشوف لنا واحدة تانية. عسر بالمثال راح نعطي هالي الكرة لمرل. ميرل عندها بس واحد من التاقات الموجودة هون. اللي هو رير ايتم. فحتلاقي انه زيادة حاليا صارت سبتين. اما بالنسبة لكوكو اللي هي عنده اثنين من التاقات الموجودة هون اللي هي دكوريشن و رير ايتم. هتلاقي انه زيادة ثمانين. وبالنسبة لوحدة ما عندها ولا تاق من التاقات هاي حدقون زيادة اربعين. فانت دائما حاول تجيب اكبر عدد من التاقات الموجودة على القطعة هون لتعطيها للشخصية المناسبة. فعاليا عنا هاي الكرة افضل شخصية لنعطيها هي كوكو. لانه هم في دكوريشن هم في دكوريشن هم في رير ايتمز هون رير ايتمز. اللي انا حعطيها للشخصية هي لانه هذا افضل مكان وكنه اعطيه كرة هي. هيك احنا زدناها ثمانين. نتجع مرة تاني. وحنا اخذ من نفس القطعة اكثر من واحدة. احنا اخذ خمسة حاليا. بالمثال ونروح نعطيهم كلهم من الشخصية تبعيدنا ونفتح بعض البقات اللي عندها. روح نتلمت نعطيها نفس الكرة هي كل الكمية اللي عندنا حتزيدها اربعمية فوال ثمانين اللي عندها. نعمل هيك احنا لما نروح هنكون فتحنا اول وحدة واللي هي الافاتار. تبع الشخصية هي. اللي هي كوكو. فهلا لما نروح انت الكراكتر هتلاقي انه هون عندك بالافاتار. نضاف عندك الافاتار تبع كوكو. وصار فيك انك تقدر تستخدمه. هلأ لو حطيته هون. طرح ان افاتار كوكو بدل افاتار نيمسيز. فانا احط هلأ كوكو بدل نيمسيز لانه صراحة ان الصورة هاي كوكو طرعها احلى بكتير من نيمسيز فيها. بس لما افتح صورة نيمسيز اللي هون اكيد هحطها بدل كوكو. ومعلومة بما انه احنا فظننا هون فيك تغير الافاتار تبع كافتر فريم من هون اذا حابنا اكتغيره نفس المكان. فهذا هو كل شيء لمقطع اليوم اتمنى لكو المقطع عجبكم اذا عجبك المقطع تنيني لايك اذا ما علي بقى تنيني ديس لايك بس اكتب لي في الكومنتات ليش ما عجبك اذا سنينك تشترك في القناة ادفع الجرس تحتاجيك اشعارات في المقاطع بشروحات اللي حنزها للعبة تورف فانتزي في المستقبل وبلايهة المقطع بولكم في امان الله.